تلات أعمال في عين العدل تلات أعمال مختلفين ومميزين بس التلاتة بتلعب فيهم دور أم تصدقوا بتلعب دور أم المنذر رايحنا يعني المنذر رايحنا لوحده مش محتاج أم فنان كبير وممثل قدير لكن انتصار قادرة على التنوع قدرت تقدم مجموعة من الأعمال وده مع ما إنها في مرحلة انفجار فني الحقوها يا مخرجين وهي في حالة القلق عشان انتصار في مرحلة نضج كبيرة جدا بس سينيف سعرة فيها اسمها انتصار إيه مسائل ورد زيب من ورانة كل سنة والطيبة والت طيبة يا انتصار مش مكافيك يعني انتصار على الأحداث دايما عندنا خاصة الكوميديانات زينة الصدقي نبيلة السيد وداد حمدي سعاد ماصر كده الأسباب كلها اتنين انت طلقت لوحدك انتصار وكملت انتصار ليه؟ السنة مؤمنة بالاسم الواحد بجد؟ آه أنت كنت عييلة ساعة ما ابتدتي تمثيل أقولك أقولك بقى العييلة دي عماية إيه؟ آه وأنا في الأولك أنا اسمي انتصار عبد البسط آه فاروحت مصرح محمد فريد ده كان مصرح في وسط البلد آي فلاقيت كل الممثلين اسميهم مكتوبة وانا اسمي مكتوب معاهم كنت بقى على فكه من بدري وانا بكتت تالت اسم وتاني اسم وانا علي السعييلة فلاقيتهم كلهم اسميهم كبيرة كده لانها ايه؟ مي ناصر آه ايه 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 انا بقى ايه؟ انتصار عبد البسط انتصار بقى آه تبا انتصار عبد البسط ايه؟ ايه جد؟ عالي تبا انتصار عالي حدو احنا موصلناش لعالي بقى اللي مصدرينه في الافيش انتصار عبد البسط آه فلاقيت انتصار كبير وعبد البسط كبير فاضطروا يصغروا انتصار البن وخلوا عبد البسط فلاقيت اسمي مش مش بايد فقلت انا عاملة زحمة على الافيش لازم نضحي بحاجة فخلاص انا هشيل عبد البسط وخلي انتصار بس عشان يتفرد اشوفه من بعيد وانا معدية آه يعني المعدي بالعربية اشوفه فالتوم خاص يا جماعة انا من دلوقتي هتكيته انتصار بس عشان انا ثلاث حروف اربعة خمسة انا سبت حروف اي ومن ساعاتها مشت كده مفيش جيم اخرج قالك عايشين نعملك اسم سنائي كده لا محدش فضيلي محدش فضيلي محدش فضيلي انا بس الفضية النفسي باباكي مزعلش لا خالص انك شلت اسمه لا لا خالص ده بقولك ايه ده انا مرة وانا صغيرة كنت في مسابقة تبع العراق كده كانوا عاملين حاجة الثقافية العراقية نرسم عن فلسطين فخدتنا الجايزة الزهبية واخويا محمد خد الجايزة البرونزية بنرسم ان احنا صغيرين كده ومسابقة هنا وجينا استلمنا الجايزة من وزير الثقافة عبد الحميد ردوان يا سلام من ايام كان هو صعيدي كده واصمر كان وزير الثقافة في التمانينات اه وكني صغنانين وماما جابتنا بيكون مسكندرية ايوة وكان راجل لطيف ودافي وشخصية وماما جابتنا بقى جينا بالقطر وجينا استلمنا الجواز وبعتناها بالبريد اساسي وكسبنا فجيت انا ومحمد اقوية وجينا استلمنا الجواز من سيادة الوزير فالرجل الجميل يعني الراجل ده مروحش من الزاكراتي خالص فالمهم ايه في الاخبار تحت اسمينا اسمي انتصار عبدالبسط علي فازت بالزهبية واخيها محمد عبدالبسط علي فازها بالبرونزية فالرجل غلت كتب انتصار عبدالبسط حسن فازهلت اقوية فراحت الوزير بص كتب اللي ايه حسن عالي مش حسن قال لي احميدي ربنا ان كتب انتصار كاملة بابا كان ده مخافي احميدي ربنا على اللي جمع حروفك يا سلام يعني هو يعني ما فوت تكون ممتن دائما تشوف الحلو ان فيه واحد حط الالف جنب النون جنب الته جنب الصاد ورسم الصفحة وحط احمد ربنا يعني احمد ربنا ان خيري بيكتب اه طبعا مش مم رمضان نطقه غلط باباكي كان فيلسوف كان عنده حكمة خاصة اه وراجل زاهد كده وقنوع جدا وراضي وهادي وما بيتكلمش كتير هادي في نفسه المال انت جايبة انا اسف يعني اه تعبير اللماضة اه اه لا ما العيلة مليانة بقى جينات يعني مش كلها جينات بابا واخدة من ماما اه من مامة 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 اه كانت كانت قوية قوية ويعني حقنية زيادة كده نرفوزة يعني وبيتزع كتير وكده كانوا بيميزوا بين ولدوا البنت اه انت اقصولك منين بسعادية انت من الصعيد اه ومولودة في اسكندرية منين من الصعيد من لقصر طب لقصر وجيت البحر المتوسط بقى مولودة في اسكندرية اه مولودة في اسكندرية فواخدة كل شغل اسكندرية بقى اه تربية بتاعت انك تبقى صدق عالي انك تعبر عن قراءك انك ما يهمكش واخدة في نفس الوقت اه من العرق الصعيدي ال النشوفية الدماغ اه هي وقفت هنا تجبني شمان تجبني مية هي وقفت في الحتة دي كانت قالتك ديمقراطية اه جدا بجد جدا يعني فلعيال تحسش حصيات كده وده صح انا شوفها التربية بتاعتهم صحة جدا فهنا طلعين كده بقى كانوا بيسقوا فيك جميل اه جدا ما كانش بيفرعوا بينك وبين اخوكي اه لا فيه طبعا بيحبوا الولد وانت ما بتحبش الولد بحب الولد بتحب ممدوحك طبع من شعار اه ويعرف على فكرة بجد انا عايز برضو اسألك في اطار الاسئلة اه انتصار وممدوح اه جبت شاهستة دي من ايه طب بص ممدوح على اسم جده الشهيد حرب اكتور ما شاء الله فهو على اسم جده ممدوح اه 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 لكن شاهستة انا كنت بتشتغل معايا مهندسة ديكور واخت شويكار وهم مامتهم تركيا وجدتهم تركيا فكلهم اسمهم شويكار شهندة شهيناز اه كله هاج 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 فهي كانت امورة كده وحلوة في حلوة شويكار كده وجميلة ورقيقة ونسمة يا ربي كانت تشتغل ديكور وملابس فاسمها صورها دي اه ايوا دي شاهستة وممدوح اه اه اوكي ايوا كنا في مهرجان القاهرة السينمائية شاهستة بتدرس دلوقتي اه هي السنوية عامة وهو تاني هندسة ما شاء الله ما شاء الله والتنين هوا ينفن على فكرة هي ابتدت تمثيل وبعدين وقفت اه هي ملكة جمال مصر اه للمراهقات اه عشرين اتنو وعشرين ايوا فملكة جمال مصر وهي لسه عندها ستتاشر سنة فده يعني معجزة يعني بدأ مبكر بتلعب بليه بقى اه وبتلعب جنباز وممدوح كمان بيلعب جنباز اه فهم من عائلة رياضية رياضيين اه بيحبوا الرياضة اه ما برضو انا وابوهم رياضيين تب ممدوح بيحب ابوهم بيلعب رياضة وكده بس بيمارس بس الرياضة اه لكن انا مثلا كنت بيع لعب جنباز وبعد كده اتجهت للفولي ايه ده اه عدت لعب لغاية مباية ايه الجانب الفن اللي فيهم بقى يعني ممدوح بيحب ايه ممدوح بيميل جدا للتمثيل والاخراج اه لكن شايستة بتميل لل للتمثيل والاستعرضات اه لكن ممدوح عنده شق اخراجي بتتدخل في حياتهم انا طول الوقت بتدخل في حياتهم ايه اقوليني ازاي بقى بتعملي ايه مع شايستة طول الوقت لا انا عرفاهم بس يعني انت اللي بتحدثي لها تعمل ايه ومتعملش ايه اه انا عايز اقولك حاجة ابني دوقتي لما كبره دخل الجامعة فاتغيرت حياتهم من المدرسة للجامعة يعني بدأ يبقى فيه بوادر يعني بوادر النور راك كبير بقى فقالي يا ماما انا بشكر كل لحظة انت قصيتي فيها علي عشان تصنعي مني هذا الشخص ويقيتك قصيتي علي اكتر وعلمتيني حاجات اكتر انا كنتش عايزة اتعلمها ياه ايه الجمال ده رب تدلع لي دلعته اه بيدريكوا مع الوقت لما يكبروا انت قديه كنت بتحبوهم وعايز مصلحتك يعني انت لما تقول لابنك زاكر زاكر ياه ما هعود منك الموبايل ياه ما عمنا عدرابك انت دايما بوع بوع زاكر موليه ما زاكر عشان مصلحتك مين اللي بيفهم داول وانت صغيرة لما كان بابا وماما بيقولك زاكر كنت بتبقى مبسوطة لا اخوان ولا كنت بتزاكر وتدخل على نفسك هم مكتمين على نفسك بيكرهوني ايوة بيكرهوني بيكرهوني ليه ده أنا بنتهم بتتبع تلفناتهم قص التصور عنك انك شخصية لبرال حرة بتقول اللي انت عايزها بشايفة ان من حق الانسان انه يعمل اللي هو شايفه انت ملكش دعوة بي بس اللي انت بتقولولي دلوقتي في التربية لأ حاجة تاني قص دول مسئولية دي مسئولية على كتافك ربنا حيحسبك عليها مش حد في الدنيا حيحسبك عليها مسئوليتك قدام ربنا فانت لازم ترعاء المسئولية دي يعني اي حد بيغفل عن اولاده هيتعاقب قدام ربنا دي مسئوليتك يعني العيل اللي بيروحي مثلا يشرب مخدرات ولا العيل اللي بيرتكب جرائم ولا العيل اللي بيتهرب من المدرسة ولا العيل اللي بيفشل انت بتعاتب العيل ليه ما تعاتب ابوه وامه لو دخلت لأيت الشهازة بتتكلم في التليفون الساعة واحدة بالليل بتسألها بتكلم مين اه بتسألها اه بتكلم مين نعرف بس اه ايه جماعة احنا مش مع بعض في لغندا ده بنقالتلك بتكلم واحد زميلي صحبي ما هوم يارب مدرسة مشتركة اه يعني العادي ان العيل دي من كيجي وانه واحنا بنشوفهم ايه وعارفين ابوهاتهم وموهاتهم وينطلق مين ومن الجاوي وعارفين وان العيل ده الودة غلس الودة سامج فخلاص انا حافظوهم عميزة ولادي برضو اصلا انا مرة زمان ابني كان بيكلم في التليفون بالليل كده فبقول له بتكلم مين قال لي بيكلم زميل تفلانا قلت له في حد يكلم حد الساعة واحدة بالليل قال لي هو ايه الفرق في المكالمة من واحدة بالليل اتناشر الدور طالما احنا الاتنين صحيين وعايزين نقول حاجة لبعض فلو قلت له ساعة اتناشر الدور هتبقى صح ولو الساعة واحدة بالليل غلط فاحرجني منطق غريب شوية وبعدين انت كلاسيكي قوي يا أستاذ خير انا كلاسيكي قوي حتى باين عليك شايت فلزا اه يعني باين برضو في الطريقة انك راي الكلاسيكي بس يعني لما نبقى عاديم في المصيف ولا عاديم في الساحل ولا في اسكندرية مصر كلها صحيحنا لتنجدها بالليل اللي قالت هو النار في الشهر بالضبط لذا دا نبقى لك وكشف لي تناقضي قدام نفسي يا صحيح فرقت المم بيقول ايه صح المم بصرف ازاي فانا اكتشفت ان في اولادنا بيعلمونا وخلي باك انت في مهنة كمان الناس بتصهر ايه يعني مينة الاعلام ما هو منطق هو رد علي منطق الكلام بقى اللي انت قلته دا موظف في الشهر العقاري ايوه اللي هو بينام الساعة 9 عشان هيسح الساعة 7 بس واحدة بيقول برضو انا ما كدش اتخيل ابيه ممكن يسمح لي انا كراني انت بتروح من هنا الساعة كان اه كل يوم انا بدخل بيتنا الساعة كان بتدخل الساعة كان